الحكم الحكم له ألوان آخر صيغة وصلت إليه عقل البشر في الحكم هي الصيغة الديمقراطية ديمقراطية مشتقة من ذيمقراطيس ذيمقراطيس رجل يوناني غربي واكتشف في الحكم الديمقراطية المشهورة في العالم اليوم وهذا اكتشاف رائع جدا أنه اكتشف أن الناس ينتخبون رئيس الدولة ومجلس الأمة لأنفسهم بكيفية خاصة جاء الإسلام وقرر هذا الشيء مع فوارق في الإسلام هناك آيتان تسميان بآية الشورى اخذ الآيتين خطابا لرسول الله وشاورهم في الأمر والآية الثانية وأمرهم شورى بينهم الشورى الإسلامية فرقها عن الديمقراطية الغربية اليونانية بثلاثة عشياء الشيء الأول أن الإسلام يقول أن الإنسان إذا بلغ فله حق أن ينتخب لأن الإسلام يقول هذا رجل كامل وانتهى كل شيء وحتى إذا عمره قليل وحتى إذا طوله قصير القوانين العالمية الآن تقول لا 18 سنة بالفرق الثاني الإسلام يقول المنتخب يجب أن يكون عالما بالأحكام الإسلامية أما أن تنتخب إنسانا لا يعرف الحكم الإسلامي لا يجوز شرعا لأن هذا الإنسان يجلس في مجلس الأمة أو كرئيس جمهورية أو كنائب أو ما أشبه ويحكم بغير ما أنزل الله إذا لم يكن عالما بما أنزل الله وعادلا يعني لا يعص الله ولا يظلم في كبيرة ولا صغيرة لأنه إذا لم يكن عادلا يرتشي ويرشي ويبيع البلاد ويجعل القوانين التي تغر البلاد كما نراها في كثير من العالم الفرق الثالث في القانون القانون لله وحده فالفرق أنه مجلس الأمة أو قيادة الثورة أو رئيس الجمهورية أو الملك أو غيره لا يحق له إلا التنفيذ لا تشريع قانون التشريع ماكو في الإسلام يعني أن الذين يجتمعون في مجلس الأمة يشرعون قانونا في تبالي قانون الله حرام باطل عاطل وإنما لهم التنفيذ السلم أو الحرب الاقتصاد نبيع نشتري نزرع نعمر نسافر نجتمع نرفع أسعار النفط نخفضنا أسعار النفط التنفيذ تشريع ماكو من الإسلام التشريع لله وحده لا فرق بين الحكم الإسلامي الشورى وبين الحكم الديمقراطي الغربي كلها انتخابات لكن فرق في المنتخب وفرق في المنتخب وفرق في القانون ترجمة نانسي قنقر